إذن مشاهدين عن هذا الموضوع ينضم إلينا داخل الأستوديو مدير شؤون البطاقة الوطنية العميد الحقوقي أحمد حديد المعموري أهلا ومرحبا بك سيادة العميد إذن نتحدث عن المرحلة الثانية يعني وزير الداخلية قال إنها ستشهد أتمتة معلومات السكن وأيضا التنسيق مع مفوضية الانتخابات نتحدث عن مضامن هذه المرحلة ومع طبيعات الإجراءات تفضل تحية طيب على قناة العراقية الحقيقة بعد أن شهدت أو شهدت مشروع البطاقة الوطنية انطلاق المرحلة الأولى عندما تم إصدار أول بطاقة وطنية في 15-9 عام 2013 اليوم وبرعاية ميمونة من قبل دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تم إنعقاد المؤتمر التحضيري لانطلاق المحطة الثانية هذه المحطة الحقيقة المرحلة هي مهمة لأنها تتضمن مجموعة مبادئ منها افتتاح المحطات المحمولة لمنظومة البطاقة الوطنية في السفارات لتقديم الخدم المواطنين العراقين خارج البلد وكذلك افتتاح مواقع التسجيل المركزي في المحافظات التي تعنى بتسجيل المواطن الذي تكون دائرة سجله خارج محافظة السكنة يعني لا داعي لانتقال إلى المحافظة التي يكون محل تسجيلة فيها وإنما يتم مراجعة لدائرة بطاقة وطنية قريبة من سكنة أيضا تم اعتماد المحطة المحمولة المتنقلة التي تحوي على جميع دوائر الأحوال المدنية في العراق لغرض تلبية طلبات المواطنين في المناطق البعيدة أو النائية أو المواطنين الذين تحول ظروفهم الصحية مثلا لحضورهم إلى دوائر الأحوال المدنية المسجلة كدور الرعاية الاجتماعية أو دور الأيتام أو كبار السين أو حالات المرضية المستعصية أيضا من بين مفردات هذه المرحلة هو إنشاء محطة وسطية التي تعنى بتقديم خدمات التحقق في البيانات الموجودة في نظام البطاقة الوطنية عن طريق مركز بيانات الموجود في وزارة الداخلية وتقديمها إلى دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة وبذلك سننهي موضوع صحة الصدور والأمور التي ترهق كهل المواطنين سيادة العميد ذكرت أن موقع التسجيل المركزي سيغني المواطن عن الذهاب إلى نفوسه الأصلية في محافظة أخرى لكن حتى في المحافظة ذاتها نتحدث عن العاصمة بغداد هناك زخم كبير جدا نتحدث عن تحديد المواطنين بموقع جغرافي بحسب دائرة النفوس نأخذ على سبيل المثال أحوال الرصافة أحوال الكرخ مديرة الصدر هناك تباين في عدد نفوس المنطقة الجغرافية هذا يسبب زخما على موقع التسجيل المحدد بالموقع الجغرافي هل هناك نية لتجاوز الموقع الجغرافي حتى ضمن المحافظة الواحدة نعم الحقيقة بالنسبة لموضوع الزخم الزخم شهدته دوائر الأحوال أو البطاقة الوطنية في المرحلة الأخيرة بعد إعلان وزارة الداخلية بإنهاء العمل في المستمسكات الورقية بدءا من واحد أربعة هذا الموضوع الحقيقي سبب حالة من زيادة أعداد المراجعين الذين يراجعون دوائر البطاقة الوطنية في عموم محافظات العراق الحقيقة بالرغم من زيادة هذه الأعداد على دوائرنا إلا أن المديرية مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة جادة وبحرص شديد وحسب توجيهات معالية السيد وزير الداخلية المحترم والسيد المدير العام باستنفار كافة كوادرها لسحب هذا الزخم الموجود في دوائرنا فهناك على سبيل المثال الدوائر اللي ذكرتها حضرتك أن تكون دارة البطاقة الوطنية في الصدر أو رصافة وجبتي العمل بالنسبة للمواطنين اللي يراجعون وتشهد هذه الدوائر تلبيت أو ترويج معاملة آخر مواطن يراجع هذه الدوائر في اليوم الواحد نتحدث عن الوقت كأي مواطن عادي كم تستغرق مدة إصدار البطاقة الوطنية للمواطن؟ الحقيقة بالفترة الحالية بالنسبة أن المواطن اللي يراجع أي دارة بطاقة وطنية مسجل به البطاقة تصدر في اليوم الثاني يتم استلامها يعني المواطن اليوم يقدم خلال 24 ساعة يتم طباعتها اليوم الثاني يستلمها أما المحافظات الحقيقة نتيجة بعد المسافة والمعتمدين قد تتأخر يومين أشكرك شكرا جزيلا مدير شؤون البطاقة الوطنية العميد الحقوقي أحمد حديد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا